اشتركوا في القناة 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 من الواجب على اللي يراكب القدام إربط حزام السلامة خارج تجمعات السكنية نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج دائما الصمطة إجبارية عند الناس ديال القدام وديال الخلف خارج مدينة إذا الجواب صحيح ورقم واحد سؤال ثمانية شرب الخمر من طرف سائق تزيد من وقت رد الفعل نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج تزيد من مخاطر وقوع الحوادث نعم الإجابة ثلاثة لا الإجابة أربعة حتى تزيد سؤال بين دائما شرب الخمر من طرف سائق رح كيزيد من وقت رد الفعل نعم كيطوال وقت رد الفعل ووقت رد الفعل احنا شرحناه شهم مرة قلنا وقت رد الفعل هو الوقت اللي كيخصك باش كتجاوب على الخطر الوقت اللي كيخصك باش كتجاوب على الخطر إلا كانت سائق سكران كيولي عندو الوقت ديال الإجابة على الخطر كيقول لي عنده طويل وكيقول لي معرض للخطر للحاديث إذن هنا الجواب صحيح هو واحد ثلاثة السؤال تسعود شرب الخمر كيقلل من الشوف نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج تين قس من القدرة على التركيز نعم الإجابة ثلاثة لا الإجابة ربعة شرب الخمر كيقلل من الشوف نعم رأي واحد من السعمل واحد المخدير حنا ما مشوه نقع بعيد مثلا مثلا شربتي واحد دوا واذا الدوا كيرخي إذن الشوف ديكي غدا يولي كتولي أيان عينك بغين يتسدو غير بوحدهم إذن شرب الخمر كيقلل من الشوف نعم وتين قس من القدرة على التركيز نعم إذن الجواب صحيح هو واحد ثلاثة التركيز حتى هو كين قس كيولي مثلا كيبلك واحد كلب كتقول يا إما هذا ماشي كلب هذي مكلا مش حنا فاردا الحمد لله رح ما كنشربوش والله يعفو على كل مبتالي إذن الجواب صحيح هو واحد ثلاثة سؤال عشرة حصلت على رخصة سياقة هذه ثلاثة شهر فهالطريق السرعة ديالي محدودة في 80 كم في ساعة الإجابة واحد 90 كم في ساعة الإجابة جوج 100 كم في ساعة الإجابة ثلاثة 120 كم في ساعة الإجابة أربعة هنا قليك حصلت على رخصة سياقة هذه ثلاثة شهر البيرمية عندك باقي جديد يلا شاده ثلاثة شهر فشو حده عدي السرعة واخه لوطروت واخه طريق عادية واخه لوطروت واخه طريق عادية ما كنفوتوش شحال 90 لمدة شحال لمدة سنتين اللي هي عامين دائما 90 محدة عدنا لمدة عامين سواء في طريق عادية أو في طريق السيارة إذا الجواب صحيح هو رقم جوج سؤال 11 من الواجب عليها نربط حزام السلامة إلا كنت سيق خارج تجموعة السكانية نعم رأس سمطة إجبارية للركاب ديال القدام داخل المدينة وخارج المدينة سمطة إجبارية إذا الجواب صحيح هو رقم واحد سؤال 12 من الواجب على الأطفال يركبوا في المقاعد الأمامية للسيارة الإجابة واحد في المقاعد الخلفية للسيارة الإجابة جوج دائما الدر الصغير ركبوا في المقاعد الخلفية إذا الجواب صحيح هو رقم جوج سؤال 13 عد شريت سيارة مستعملة من الواجب عليها نحتفظ بالورقة الرمادية ديال صاحب السيارة السابق لإجابة واحد من الواجب عليها نطلب ورقة رمادية جديدة لإجابة جوج هات السؤال شح مرة جاوبنا عليه دائما منيك نشري واحد سيارة مستعملة خسني نطلب ورقة رمادية جديدة ودائما الكارد غريز لبيطاقة الرمادية كتكون في اسم المالك الجديد ماشي القادم إذا هنا الجواب صحيح هو رقم جوج سؤال 14 الضريبة الخصوصية على السيارات خسها تكون ملسقة على الزجاج الأمامي للسيارة الإجابة واحد من الواجب لاحتفظ بها مع ورق الآخرين ديال السائق لإجابة جوج السؤال غادي نشرحوهم زيان هنا قال لك الضريبة الخصوصية على السيارة بالنسبة للمتحان را كان نجاوبه بواحد جوج الضريبة كيكون عندها جوج للوراق كيكون الملسق اللي هو هذا هذا كيلسق في الزجاج وهذا الوصل де LCLASS كيف نجاوبهم معاش مع الوراق قلنا الملسق في الزجاج والوصل مع الوراق بالنسبة للمتحان كيف نجاوب واحد جوج وبالنسبة لقانون بالنسبة لقانون القانون الحديث ديال دابا الضريبة منك تخلصها ما بقاوش كيعطوك هاد الملسق هاد الملسق هاد مابقاش الملسق ديال الزج مابقاش ولا عدك غير روسيد لاخلاص هو اللي كين عندك كتديرو مع الوراق اما الملصق ما بقاش اذا اللي شريتي واحد السيارة وخلصي الضريبة راهض الملصق ما بقاش اللي كيكون عندك هو الوصل الروسي دي الخلاص فقط كتديرو مع الوراق ونبينا عليه السلام ولكن بنسبة بنسبة الاسئلة دول امتيحان خسنا نجاوبه بواحد جوج حنده في امتيحان باقين كي يجاوبه على القانون القديم ماشي جديد مفهم؟ اذا هنا الجواب صحيح هو واحد جوج سواء هنا او في المتيحان سؤال 15 رخصة سياقة من صنف باق بي كتسمح لي ينسوق عرابة لنقل الاشخاص كتوفر زيادة على مقاعد سائق على 8 دي المقاعد الاجابة 1 9 دي المقاعد الاجابة جوج 10 دي المقاعد الاجابة 3 هنا قل لك رخصة سياقة من صنف باق بي البيرمي اللي كدوزو دابا هو بيرمي باق بيرمي بي كيسمح لي ينسوق عرابة لنقل الاشخاص كتوفر زيادة على مقاعد سائق زيادة على الشيفور شحل من مقاعد 8 باش الابين نحسبه في الشيفور تسعود ولكن زيادة على الشيفور الشيفور شحل كيزيد معه 8 إذن هنا الجواب صحيح ورقم واحد كن قل لك هنا كن قل لك هنا رخصة سياقة من صنف باق كتسمح لي ينسوق عرابة لنقل الاشخاص كتوفر بمقاعد سائق لا بمقاعد سائق شحل مقاعد قلنا تسعود ولكن هواش قل لك هنا قل لك زيادة على مقاعد سائق إذن الشيفور ما غنحسبوش شح غادي نقولو 8 ولبنحسبوش شايفور كنقولو تسعود إذن هنا الجواب صحيح ورقم واحد وما تنسوش لأعجبكم الشرح ما تبقلوش علينا بجيم الفيديو ديروا واحد إعجاب وخلوا لينا كومنتير خلوا لينا تعليق سؤال 16 مستعمل الطريق اللي قدامي مسموح يسوق بسرعة 90 كم في ساعة لإجابة واحد 100 كم في ساعة لإجابة جوج مسموح لي أنسوق بسرعة 90 كم في ساعة لإجابة ثلاثة 100 كم في ساعة لإجابة أربعة هنا قال لك مستعمل الطريق اللي قدامي سيد اللي قدامي شحل مسموح لي يسوق مسموح لي 90 دابا هنا كناس سرعة محدة في المية ولكن هو عدو ببيرمي جديد باش عرفناه حينت عندو البلاكة دي لتسعين ملسقها اللور إذن عدو ببيرمي جديد خصوه ميفوتش 90 وأنا أنا صاحب السيارة لي في الخلف عندي الحق لمشي بتسعين وبمية علاش حينت السرعة محدة في المية إذا الجواب صحيح هو سؤال 17 عمر السيارتي 6 سنين إلا سقتها ومعايا هاد الوراق غادي نكون محترم القانون لإجابة واحد كتنقصني ورقة وحدة لإجابة جوج كتنقصني أكثر من ورقة لإجابة ثلاثة هنا قال لك عمر السيارتي 6 سنين إلا سقتها ومعايا هاد الوراق السؤال شرحناه إذن طوام بيلتي عدة 6 سنين شحام ورقة عندها كيكونوا خمسة شحام ورقة عدنا هنا عدنا ثلاثة عدنا البيرمي عدنا الضريبة عدنا لسيرونس أشنو خاصنا يلا فكروا خاصنا الكاردغليز وشهادة الفحص الصيقلي اللي هي لا فيزيت إذن هنا كتنقصني أكثر من ورقة إذن الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة السؤال 18 من الواجب نركب هالطفل في المقاعد الخلفية نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج السؤال تودز بحاله قبيلة غير الصورة المختلفة دائما ندري صغير رحك نديروه اللور في مقاعد خاص به في المقاعد الخلفية إذن الجواب صحيح هو رقم واحد السؤال 19 مسموح نتجاوز الحمولة القصوى المشار لها في شهادة تأمين المسافة قسيرة الإجابة واحد ممسموحش به بالمرة الإجابة جوج دائما ممنوع ليا أنني نتجاوز الحمولة القصوى المشار ليا عندي مثالا جوجطون ربما منوع لي نفوتها إذن ممسموحش به بالمرة الجواب صحيح هو رقم جوج السؤال 20 عند وقوع استضام حزام السلامة كيمنع من الارتماء الخارج نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج كيزيد من فرصة البقاء في حالة وعي نعم الإجابة ثلاثة لا الإجابة أربعة قل لك هنا عند وقوع استضام حزام السلامة كيمنع من الارتماء الخارج زى ما ما تطرمش من السيارة نعم وكيزيد من فرصة البقاء في حالة وعي نعم علاش حينت كن كليك هنا كن كليك هنا حزام السلامة كيحمي من فوق دلواعي صعفي ما غ تفقدش الواعي بصفة نهية كنقول ليه لا ولكن هوش قليك هنا قليك غير كيزيد من فرصة البقاء في حالة وعي نعم تحت هو كيحميك باش ما تفقدش الواعي ديالك مش يحميك مئة في المئة دائما السمطة كتحمينا خمسين في المئة وكيما قلنا أن هذه الأسئلة ديولة امتيحان والأجوبة اللي خسنا نديره رهما هادو في المتيحان كنعاود وكنعاود هادو هما الأجوبة اللي في المتيحان إلا درتيشي جواب مغاير السؤال غاديكون عندك خاطع هتشلع طالله هاد إذا الجواب صحيح هو واحد ثلاثة كيما شرحنا في الفيديوهات السابقة أن ما ترن ده بس سيستيم في المتيحان كي يحسب هادو هما الأجوبة الصحاح هادو اللي كي طالعوب الخضر في المتيحان وما اللي كيتحسبوه أجوبة صحاح من غيرهم كيتحسب جواب خاطع إذا دائما خسنا نركز على الأجوبة اللي كي طالعوب الخضر إذا هنا قلنا الجواب الصحيح هو واحد ثلاثة وكيما قلنا أن هاد الأسئلة هادو وهاد الأجوبة هادو رهما اللي كان عديل التلاميدي وليس مؤساسة والحمد لله نسبة النجاح ره ما شاء الله لم تكن افتخر اللي شي حاج هاد الشي بفضل الله عز وجل وبفضل الشي هاد دينا الحمد لله السؤال واحد والعشرين شرب الخمر كي نقص من الفترة الزمنية ديال الرد الفعل إجابة واحد كيزيد من الفترة الزمنية ديال الرد الفعل إجابة جوج كما شرحنا سابقا أن شرب الخمر كيزيد من الفترة الزمنية ديال رد الفعل ووقت رد الفعل ديانا كيولي عدنا أطول إذا الجواب الصحيح هو رقم جوج ماشي كي نقص كي طوال كي نقولي كي نجاوب على الخطر على وحد الوقت طويل وكيما قلنا الله يعفو على كل مبتلي سؤال 22 شهادة الفحص السيقني من الواجب لاحتفاظ بها في دار صاحب السيارة الإجابة واحد نحملها مع الوراق ديال السيارة الإجابة جوج أي وثيقة سواء لسيرونس أو بيرمي أو ضريبة أو كارد غريز أو الفحص السيقني خسوهم يكونوا مع الوراق خسوهم يكونوا في السيارة إلا ما كانوش إلا ما كانش غير وثيقة وحدة فيهم رفيها الفوريان شهادة الله هو هذا إذا الجواب الصحيح هو رقم جوج السؤال 23 العدد الأقصى ديال الركاب اللي يمكن لي ننقلهم في السيارة مكتوب في البطاقة الرمضية الإجابة واحد في شهادة تأمين الإجابة جوج كما شرحنا سابقا أن عدد الركاب كيكونوا في شهادة تأمين اللي هي لسيرونس أما البطاقة الرمضية كيكون فيها عدد المقاعد إذن عدد المقاعد كيكونوا في البطاقة الرمضية وعدد الركاب كيكونوا في شهادة التأمين إحنا كمثال إحنا كمثال مثلا عندي كارد غريز الكارد غريز مثلا فيها خمسة البلايس خمسة المقاعد وأنا بيت نخلص بيت نخلص أنا مثلا عندي عائلة كبيرة عائلتي أنا فيها مثلا سنسة الناس ولهسبعة الناس عندي الحق وخدا الكارد غريز فيها خمسة المقاعد رمني كمشي عدد لسيرونس عدي الحق نخلص سنة أو سبعة المقاعد سبعة الركاب نخلص عليهم شوفهم ولله هذه المعلومة خصت أقة taken خصتك درواها في بالكم إلا عندي سيارة عائلية فيها الكارد غريز فيها خمسة المقاعد. مني كم بغي شي كم بغي نخلص لاسيرونس. عدل حق نخلص ستة المقاعد او سبعة. او تمانية. مفهم? والعدد اللي مخلص عليه راه هو اللي مسموع لك تهزمك في السيارة. تشلعت الله هوا هاد المعلومات دي عقلوا عليها. سؤال اربعة وعشرين. شرب الخمر كي يؤدي لعدم تقدير جيد للسرعة لاجابة نعم لاجابة واحد لا لاجابة جوج. كيمكني ضاعف من الفترة الزمنية دي لرد الفعل نعم لاجابة ثلاثة لا لاجابة اربعة. السؤال احتوار بين. شح ما راجوبنا عليه? دائما شرب الخمر كي يؤدي لعدم تقدير جيد للسرعة نعم. وكيمكني ضاعف من الفترة الزمنية دي لرد الفعل نعم. اذا الجواب صحيح هو واحد ثلاثة. السؤال خمسة وعشرين. مسموح نتجاوز لعدد الاقصى دي للركاب المشار ليه في شهادة التأمين. بالنسبة لمسافات قسيرة لاجابة واحد. ما مسموحش به بالمرة لاجابة جوج. الى كنت كنسوق بسرعة من خافضة لاجابة ثلاثة. قلنا الضليس اللي كنكون مخلص لاصيرونس رمنوع ليه نفوتهم. انا مخلص خمسة لضليس ما كنفوتش خمسة. مخلص ستا ما كنفوتش ستا. اذا دابهنا واش مسموح ليه نتجاوز لعدد الاقصى دي الركاب اللي مشار ليه في شهادة التأمين ما مسموحش به بالمرة. اذا الجواب صحيح هو رقم جوج. داك الشي اللي مخلص هو اللي كتهز. السؤال 26. الى كنت غريب بسرعة السين كيلومتر في الساعة. عند استضام لواجهة الامامية دي للسيارة. يمكن لها الطفل يشد في المقاعد. اجابة واحد. يمكن يتعرض لسقوط لاجابة جوج. يضطر ما خارج السيارة لاجابة ثلاثة. حتى هات السؤال اش حمارة هذا. الى كنت غريب بسرعة السين او بخمسين او باربعين. من ايك يكون شي الصيضام. الى الطفل يمكن يتعرض للسقوط. مفهم? يمكن يتعرض للسقوط او الترمى خارج السيارة. يقدر يطيح هنا. يطيح هنا. حدبه. او الترمى من الطموين. والله يحفظنا والله يحفظنا. ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين من حوادث سين. اذا هنا الجواب صحيح ورقم جوج ثلاثة. السؤال سبعة وعشرين. شهادة التأمين واجب الاحتفاظ بها في الدار. الاجابة واحد. وواجب علي نقدمها عند كل مراقبة لاجابة جوج. حتى هات السؤال بين. قلنا دائما الورايقات رخصهم يكونوا في السيارة. الى ما كانت شوتيقة رافيال فوريان. اذا واجب علي نقدمها عند كل مراقبة. السؤال ثمانية وعشرين. الى بديتك نحس بالعية. نزد في سرعة باش نوصل في اقرب وقت. الاجابة واحد. نقص من السرعة. الاجابة جوج. نوقف باش نرتاح لاجابة ثلاثة. دائما مني كان عية. رخصي نوقف باش نرتاح. ماشي غير نقص سرعة. خصي نوقف نستراح. اذا الجواب صحيح ورقم ثلاثة. السؤال تسعود وعشرين. يمكن لبعض الادوية. تعرض للسائق للنعاس. نعم الاجابة واحد. لا الاجابة جوج. السؤال حتى هو بين. قلنا الدواء. بعض الادوية فيها مخدر. اذا قد جيب نعاس للسائق نعم. اذا الجواب صحيح ورقم واحد. سؤال ثلاثين. خطر من نعاس كيزيد. الى كانت طريق مملة. نعم الاجابة واحد. لا الاجابة جوج. الى كانت الحرارة. نعم الاجابة ثلاثة لا الاجابة اربعة. دائما الخطر للنعاس كيزيد. الى كانت طريق مملة. مثلا. انا غريف واحد طريق مثلا في الصحراء. ما كين ميتشاف. لا طير يطير ولا وحش يسير. ما كين ميتشاف. ما كين لا شجار لا فيراجات. طريق مسرحة خاوية خالية. فذلك الحالة كيجيني الناس. ولكن هنا واحد ثلاثة. سؤال واحد وثلاثين. عفوا. يمكن التاعب يزيد. من فترة الاسترجاع بعض الابهار. نعم الاجابة واحد لا الاجابة جوج. الفترة الزمنية ديال رد الفعل نعم الاجابة ثلاثة لا الاجابة ربعة. دائما التاعب كيزيد. هينتا. فترة الاسترجاع بعض الابهار. اشنا هو الابهار? الابهار هو انتا غادي كتصوق. وشي واحد قدامك جاي. وسنالك الضوضي للطريق. مني كي سنالك الضوضي للطريق كيعميك. ومني كتتعمق رد التركيز ديالك كيتشتت واحد المود دا. فاش كترس. فاش كتسترجع التركيز ديالك كيتزاد التاعب. اذا التاعب كيزيد من كيزيد بعد فترة الاسترجاع بعض الابهار نعم. ومنك كي تزاد العية. او منك كي نقص التركيز. اراد بطبيعة الحال كي تزاد وقت رد الفعل. اذا الجواب صحيح هو واحد ثلاثة. الى اعجبكم الشرح. ما تنساوش ديرو جيم الفيديو. تخليوا تعليق. وما تنساوش اه تشتركوا هاد الفيديو هاد المقاطع ديال سياقتي. ديرو لهم بارتاجي في مواقع التوصل الاجتماعي باش يوصلوا للفئة ديال الناس الاخرى. وما تنساوش تشاركوها مع اصحابكم. لكننا كانت ساعدكم شي خير. وشكرا لجميع. نبقوا في اسئلة ديالنا. السؤال ثلاثين. الى كنت غاضي بسرعة ستين كيلومتر في الساعة. عند الصيضام الواجهة الامامية ديال السيارة. يمكن لهاد الراكب يشد مزيان هالطفل لاجابة واحد. يمكن لهاد الراكب يترب legit shopping لاجابة جوج. يمكن له يسحق طفل لاجابة ثلاثة. يمكن له بسسين او بسبعين او باربعين من يكي يكون واحد الحاديث. واش هاد الراكب هاد السيدة هذي غد شد مزيان دك الطفل الا ما غد شدوش مزيان غل عاد شد عرسة هي بادة. اذا يمكن لهاد الراكب الترمال القدام يقدر الراكب هو الدري تلاحو القدام. ويمكن ويمكن له يسحق الطفل. ذاك الراكب مع الدعقة يقدر بلا ما يشعر يزير ذاك الدري يقول يساحقه. يقول لي مزيروش يتزيره يقول يقاتلو. والله يحفظ. اذا هنا الجواب الصحيح هو جوج ثلاثة. السؤال ثلاثة وثلاثين. عندي الحمى وكن نسعى لبكثرة. الحالة اللي انا فيها يمكن تسبب تسبب لي ضعف التركيز نعم الاجابة واحد لا الاجابة جوج. ومن هاد المنبر هاد بيت نوجه الواحد تحية للضابط دير الشعطة السابق الخراز. اللي كيدر واحد المهم كيدر قصص بوليسية وجرائم اللي كان شارك فيهم. ماشي شارك فيهم حقق فيهم. في قناة الحدث فانتكات. كان وجه لي تحية من هاد المنبر هادا. وراها عزيز. نبقوا في الاسئلة دينا عندي الحمى وكن نسعى لبكثرة. الحالة اللي انا فيها يمكن تسبب لي ضعف التركيز نعم. اذا انت مريض. اذا الجواب صحيح ورقم واحد. السؤال اربعة وثلاثين. كتقدر الفترة اللي شفت فيها العائق واللحظة ديال ارد الفعل. بتقريبا عشور جزء من تانية لاجابة واحد. نصف تانية لاجابة جوج. التانية لاجابة ثلاثة. دابا هنا نشرح واحد القضية بعضا. دابا واقترد الفعل كيكون تانيتين. كيكون تانيتين. هناش قلليك. قلليك كتقدر الفترة الزمنية. كتقدر الفترة اللي شفت فيها العائق. واللحظة ديال ارد الفعل بتقريبا كتكون تانية واحدة. كتكون تانية واحدة. هو كنعطونا تانيتين. كنديرو تانيتين. مني تانيتين ما كناش. كنديرو اقرب. كنديرو اقرب عادات. اللي هو تانية. اذا هنا الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة. السؤال خمسة وثلاثين. في عقد التأمين على السيارة. ضمانة المسؤولية المدنية اجبارية. نعم الاجابة واحد. لا الاجابة جوج. السؤال شرحنا سابقا. انirts ضروري المسؤولية المدنية ضروري كنديرها. ضروري كنخلصها. المسؤولية المدنية هي الاسيرونس العاذية. هي اقل اسيرونس اقل اسيرونس كتسمى مسؤولية مدنيةám كل شي خسو يديرها. اذا ضمانة الجواب الصحيح ورقم واحد. سؤال 36 تكون سائق معرض أكثر للتعب إلا كانت ظروف طقس جيدة لإجابة 1 صعيبة لإجابة جوج دائما سائق كيعية إلا كالجو صعيب مثلا إلا كانت شتاء وحطريق مالف كيدر فيها ساعة إلا القشة ولا ضباب غير ساعة غير كتر إذن كيعية سائق إلا كالجو صعيب الجو بصحيح ورقم جوج سؤال 37 حصلت على رقصة سياقة هذه 6 شهر السرعة محدودة 80 كم في ساعة لإجابة 1 90 كم في ساعة لإجابة جوج 100 كم في ساعة لإجابة 3 هنا عدنا بيرمي جديد البيرمي اللي شديته 6 شهر على السرعة محدودة 90 كم في ساعة لمدة شحال لمدة عامين إذا الجواب صحيح ورقم جوج إذن هنا وصلنا النهاية ديال شرح الأسئلة اللي كتتعلق بالسائق كما قلنا أن هذه الأسئلة زائد أجوبة خاصة بالمتيحان وكتجي في المتيحان إلا أعجبكم الشرح ما تنساوش ديرو جيم الفيديو ديرو بارتاج وتخليوا تعليق وكما قلنا شاركوا هاد المقاطع أو هاد الشرح مع الأصدقاء ذيالكم في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الواتساب وعبر الفيسبوك ونسألكم الدعاء ونتمنون جميع التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا